موسيقى اهلا بكم الى موجز لاهم واخر الاخبار من القاهرة الاخبارية نقلت وكالة انباء ريترز عن مصادر ان السفيرة الامريكية لدى بيروت ليزا جونسون قدمت الى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مساودة مقترح لوقف اطلاق النار مع اسرائيل وفي صياق متصل افادت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو يعقد مشاورات على نطاق مصغر بشأن مساودة الاقتراح التي وصلت الى بيروت والوضع في لبنان عموما افادت وسائل اعلام لبنانية بشن جيش الاحتلال غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وكان محافظ بعلبك الهرمل اعلن في وقت سابق استشهاد 12 شخصا برارة اسرائيلية استهدفت مركزا للدفاع المدني في بلدة دورس جنوبية مدينة بعلبك كان بداخله 20 فردا جاء هذا بعدما اعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 13 شخصا بينهم 5 نساء بهجمات اسرائيلية اخرى على مناطق متفرقة من المدينة استشهد واصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف مناطق سكنية وسط وجنوب قطاع غزة وافادت وسائل اعلام فلسطينية بوقوع عدة اصابات جراء استهداف برج سكني بمشروع بيت لهيا شمالي قطاع غزة واضافت ان طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين شهيدين وعدد من الجرحة بعد استهداف الاحتلال منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة كما انتشلت طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني جثامين شهيدين وعدد من المصابين الى مستشفى غزة الاوروبي بعد قصف صاروخي استهدف منزلا في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح الفلسطينية كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نقلا عن مسؤولين ايرانيين ان الملياردير الامريكي ايلون ماسك اجتمع سرا مع السفير ايران لدى الامم المتحدة لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين ايران والولايات المتحدة وقالت الصحيفة ان الاجتماع بين ايلون ماسك والسفير الايراني يثير احتمال حدوث تغيير في لهجة العلاقات بين تهران وواشنطن في ظل ادارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب افاد اعلام روسي بان الدفاعات الجوية تعطردت عشرات المصيرات فوق اقليم كراسانوندار من جهة اخرى علنت الادارة العسكرية بمنطقة اوديسا الاوكرانية ان عدد الضحايا ارتفع الى عشرة اشخاص نتيجة هجوم روسيا دمر مبنى سكني واشرت الادارة في بيان الى اشتعال النيران في الشقق فضلا عن تضرر المباني الشاهقة ونحو ثلاثين سيارة وكذلك اشتعال النيران في اراضي مؤسسة عامة ومبنى من طابقين وصل الرئيسان الامريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج الى بيرو لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ ومن المقرر ان يجري بايدن محادثات رسمية هي الاخيرة له معاشي قبل ان يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في البيت الابيض لاربع سنوات قادمة اشتركوا في القناة